أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند متعودين معنا دايما في الفقرة دي بيبقى فيه أخبار مهمة جدا وبعض الأوقات وعوقات كتير بيبقى عندنا أخبار وكواليس حصرية كمان ومعلومات مهمة جدا بنقولها من خلال شاشة قناة الأهل عبر برنامج التريند لكل جمهورنا في كل مكان لكن فيه خبر مهم جدا يمكن تصدر المشهد خلال الساعات الأخيرة صدر من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي وهو الأهل يحدد موقفه من القضايا المصارى على الساحة الرياضية كنا نعرفين أن الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة بيتم إصارت فيها قضايا رياضية مهمة جدا وفي ملفات عديدة بيتم تدهولها من قبل وسائل الإعلام والنادي الأهلي بيبقى طرف فيها من خلال ما يتم ذكره من قبل وسائل الإعلام لكن البعض لما بيتناول موقف النادي الأهلي وحقوقه ما بيتناولهاش بالشكل السليم أو بالشكل الصحيح فبالتالي فيه أمور بتحتاج إلى توضيح كل الأمور دي بالتأكيد بتستوجب أن نحن نحط النقاط فوق الحروف في هذه الموضوعات عشان تبقى الأمور لازم تبقى واضحة قدام الرأي العام فيه نية لدى النادي خلال الفترة اللي جاية بإذن الله للتحدث والرد على كل هذه القضايا وكل هذه الملفات اللي بيتم تدولها من خلال وسائل الإعلام ولم يتم منقشتها بشكل صحيح أو سليم عندما يتم ذكر اسم النادي الأهلي فيها هيكون فيه رد خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص كافة هذه القضايا وتحديد موقف النادي الأهلي منها وكل ما يخص النادي وملفاته الرياضية وقطاعاته المختلفة بالتأكيد فيه تفاصيل لكن لما النادي بقى يعلم كل ده كل الجماهير وكل الناس ستعرف الموقف الخاص بالنادي الأهلي في مثل هذه القضايا دي جزئية مهمة جدا كان لازم أبدأ بها هذا الخبر لأن ده خبر كان متصدر المشهد خلال الساعات الأخيرة من خلال الموقع الرسمي والسوشيال ميديا والجميع كان بيتحدث عن هذا الخبر الذي صدر منذ ساعات من خلال النادي الأهلي